اشتركوا في القناة لما تضمنته كلمات معاليه في افتتاح جلسة المجلس الوزاري الخليجي الأوروبي المشترك من إدانة للاعتداء الغادر على قوات الواجب لقوة دفاع البحرين المرابطة في الحد الجنوبي للمملكة العربية السعودية الشقيقة وما عبر عنه من تعازي في شهداء المملكة وتمنياته للجرح والمصابين بالشفاء العاجل مؤكدا عمق علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين مملكة البحرين والدول الأوروبية وحرص المملكة على تطوير أفاق التعاون الثنائي مع الاتحاد الأوروبي بما يخدم مصالح الجانبين وتم خلال الاجتماع بحث علاقات التعاون الثنائي بين مملكة البحرين والاتحاد الأوروبي في المجالات ذات الاهتمام المشترك وسبل دفع مأسيرة التعاون المشترك وتطويرها بما يخدم مصالح واهداف الجانبين كما تمت مناقشة مستجدات الوضع في قطاع غزة الفلسطيني والجهود التي تبذل إقليميا ودوليا من أجل وقف التصعير والتهدئة وتوفير الحماية للمدنيين